طيب تيجي يا كريم بقى نبدأ كده شوية ونتكلم وحنبقى خفاف هنحاول على قد ما نقدر أكيد لكن في حاجات زي ما كريم قالها مش هنغفلها في حاجات لازم هنركز عليها في البداية على كل حال لازم نقول قدر الله وما شاء فعل مبارح كلنا كنا على أعصابنا مبارح في ناس ما عرفتش تنام أنا من الناس دي على فكرة أنا كل شيء كنت أصحى من الموضوع ممكن البعض يقول لك إيه المبالغة دي لا هوايا مش مبالغة أبدا هي الفكرة كلها أن أنت تأهلت 15 مرة لهذه البطولة وكسبت عشرة خسرت خمسة ما زلت أنت كبير ولكن برضو عشان أنت كبير إحنا كنا متوقعين أن إحنا نقدر نحن نحقق النجمة الحداشر اللي كلنا كنا بنأملها من ساعة لما حصلنا على النجمة العشرة لأن إحنا كنا نقدر لكن لو حتيجي تتكلم فيه كان عوامل خارجية آه البعض يقول لك العوامل الخارجية دي لا تؤثر لا معلش اسمح لي العوامل الخارجية دي بتؤثر بشكل كبير بدليل أن إحنا تكلمنا في الموضوع ده أكتر من مرة وعلى مدار الأسابيع اللي فاتت مش الأيام اللي فاتت لأن إحنا كنا عارفين أن الموضوع مش مظبوط في حاجة مش تمام وتاني الكلام مالوش علاقة أبدا بدولة المغرب خالص أنا بتكلم على الكاف أنا بتكلم عن هذه المؤسسة المسؤولة بشكل مباشر عن المطشاط عن البطولات عن هذه المباراة اللي كانت أنفير في كل حاجة أنا مش بتكلم عن أنفير بلاي بس أنا بتكلم عن ظروف خارجية وغير وغيره وتنظيم وامبرح شفنا مشاهد لا طليق عمرنا ما عملناها محد عندنا عمرنا لما تيجي تتكلم عن سيارات يا كريم مجلس الإدارة وهي داخلة يقول لكيركن بره ودخل امشي ده كلام هو ده ينفع معقولة يا جماعة إيه اللي بيحصل وبعدين الليزر اللي احنا شفناه في عين الشناوي ده حاجة مش طبيعية ده احنا كنا بنقول يا جماعة يعني معقولة كده طب فين التنظيم طب فين التأمين طب فين الكلام اللي الكاف مسؤول عنه التاني أنا بتكلم عن الكاف ليه لأنه قال مسؤول قدامي فحاجة كانت مبارح صعبة جدا طيب تعال نخش على الفريق الفريق مبارح اه كلامك صح احنا كناش في افضل حالتنا خلينا نبقى صورحة ولكن الفريق بيمر بحاجات صعبة جدا الفريق ده على فكرة جاب لي بطولات كتيرة جدا الفريق ده كان بينتصر في وقت كان عصيب جدا الفريق ده كان بيفرحني في وقت ما كانش فيه فرق تانية بتفرح حد لكن فيه حاجة حصلت واكتر من حاجة كمان هيه اللي بتأثر بها ده الشكل صح ولا أنا بتكلم ازاي أنا ده مي محروق والله العظيم والله أنا هوان ده ساعات الكلام بيفقد معناه لما يكون المنطق للدرجات دي غايب وما يكون سوء النية والتربص للدرجات دي حضرين لما يكون بنضيع في وقت وفي مجهود باننا بنتكلم في امور ما ينفعش نكون بنتكلم عنها وما يصحش نكون بنتكلم عنها لما نتكلم على ان الكيان اللي المفروض ان هو يكون كيان محايد اللي هو كاف هو نفسه ذات الكيان اللي بيتفنن فيه ايجاد العرقيل اللي تعطل مسيرة النادي الاهلي وكأنهم مستقترين على النادي الاهلي البطولة النادي الاهلي طول عمره بيرحب بأي منافس المنافسة عمرها ما كانت يعني حاجة بعيدة عن تفاصيل تركيبة وعناصر النادي الاهلي لعيبة وجماهية لكن اللي بيحصل وفي الفترة الاخيرة ومتكرر بشكل فج جدا وبشكل يعني يثير الاستياء ويثير الاندهاش ويثير الغضب ويثير كل حاجة مؤسفة ما كناش نتمنى نبقى بنتكلم عنها تاني الكيان اللي المفروض ان هو يكون محايد المفروض ان ده المرجعية اللي بترجع اليها وتقول اليها الامور هي نفس المرجعية اللي خربت الامور يعني معرفش انا شخصيا مش قادر احدد يعني ده في مصلحة مين اللي من حضراتكم عنده فكر في هذا الاطار ياريت يمديني بيه يقولينا الكلام ده في مصلحة مين